بعد ساعات من إعلان قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان أنه لن يفاوض أحداً خارج السودان أعلن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم استعدادها للقاء البرهان في أي زمان ومكان يحددهما بما في ذلك العاصمة المؤقتة بورت سودان المتحدث الرسمي باسم تقدم على الدين نقد قال للشرق الأوسط أن التنسيقية بادرت بطلب لقاء البرهان منذ كانون الأول ديسمبر الماضي معرباً عن أمله أن يكون اللقاء قريباً لأن استمرار الحرب يزيد من معاناة الشعب السوداني وكان رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك أرسل رسالتين لكل من قائد الجيش البرهان وقائد قوة الدعم السريع محمد حمدان داقلو حميتي غدات تكوين التنسيقية يطلب فيها عقد لقاء معهما للبحث في سبل وقف الحرب واستجاب حميتي للطلب وعقد اجتماعات مع قادة تقدم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا توصلت لتوقيع ما اتفق عليه إعلان أديس أبابا بيد أن البرهان لم يرد رسمياً على طالب حمدوك واضطره لتجديد طلبه برسالة أخرى وأدت المعارك في السودان حتى الآن إلى مقتل أكثر من ثلاثة عشر ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة كما أجبرت أكثر من عشرة ملايين شخص على ترك مناطقهم سواء للإقامة في مناطق سودانية أخرى أو للجوء إلى دول الجوار علاوة على ذلك ألحق القتال دماراً كبيراً بالبنية التحتية من جسور ومستشفيات ومنشأة كهرباء ومياه وغيرها